بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صعود بشكل أنفس صعود من عند ربنا سبحانه وتعالى صعود عشان الشعب المصري النهاردة ما ينامش حزين أنا مش عارف والله العظيم ما عارف يعني غانا تكسب اتنين وبعد كده تتعادل وبعد كده مصر تكون خسرانة وبعد كده نكسب اتنين وبعد كده يخش فينا الجوني التاني في آخر ثواني في ايه يا جدعان في ايه يا فيتوريا في ايه يا عم فيتوريا في ايه انت عايز من الشعب المصري ايه عايز منه ايه مصطفى فاتح اللي انت لعبته المطش اللي فات بديلا لصلاح نزل قلبلك الدنيا منزله في الدقيقة 82 يا جاحد يا جاحد ده مفروض ان هو يبدأ النهاردة لو انت كنت عايز تكسب المباراة والله العظيم بصة عرقان وتعبان والضغط علي وحاجة توجع القلب اكتر ما هو موجوع والله طيب هنعمل ايه بقى ان شاء الله يعني ده الرأس اللي اقدر اللي هم يعني مريحين تمن لعيبة اساسيين النهاردة بيعملوا فيك كده امال دور الستاشر بقى ان شاء الله لما هنقابل اي فرقة اي فرقة احنا اطلعنا التاني بمعجزة من عند ربنا ان غانا تتعادل واخد بالك غانا لو كذبت كنت انت بقيت التالت ممكن وما كنتش تخش وكتا تبقى حسابات تانية والكلام ده وكان هياخده احسن اربع توالد غيرك انت خالص طيب نقول ايه نقول التشكيل النهاردة من بدايته مصطفى فتحي معلش اركن زيزو اركن مرموش اركن ما تركنش تريزيجيه اللي هو الورق الربحة اللي انت ما بتحبوش اللي واضح ان انت بتستناله وبتحب مرموش عليه طيب عايز اقول كلمة بقى لشعب مصري بالله عليكو المنتخب ده ينفع ينفع ان هو يكمل لو قابلنا فرقة بقى زي المغرب السنغال الجزائر اه بركي نفاسو اه مالي فرقة كلها بتجري اقوى مننا والكلام ده ده النهاردة الفرقة مريحة تمن لعيبة وما لو لعبوا بالفرقة بالفرقة الاساسية كان عمله ايه كان عمله ايه احنا بنموت يا عم فيتوريا احنا بنموت والله العظيم انا عارف ان انت مفلس فنيا وعارف ان انت ضاع فنيا وعارف ان الكشف بيجي لك وبتلاعب اه ناس يعني انت النهاردة الف في كرة لازم مصطفى فاتح يلعب الف في كرة يبدأ من البداية الف في كرة تريزيجيه يبدأ النهاردة لو انت عاستك ومرموش يبقى موجود واخد بال حضرتك يعني من عند ربنا ان انت ربنا بيديلك ماتش موزنبيك درب الجزاء في الاخر المصطفى الماتش اللي فات اتنين من الديفنس بتوعنا بيدوك هديتين واخد بالك والنهاردة كرة مشكوب فيها اذا كان هاندي بول ولا مش هاندي بول وربنا كرمنا والحاكم معانا ودنا الجون حتى لو هي يعني بس احنا بنموت وبرضو في اخر دقيقة الشناوي يا عم شناوي انت بتعمل هاتو خد مع الراجل ده انت كل النفخ اللي عملين ينفخولك في حتة تانية في حتة تانية في تلات ماتشات ست اهداف الجوني الاخير ده ما تحطي ايدك قوية وطلحها برة خالص وبعدين تخرج وتقول لي ما حفيش حد الجيجة حييتك طب لو جيت لعبت الماتش اللي جاي نقول انت بقى اللي بتهرب نقول ان انت بقى اللي بتهرب يبقى احسن لك ان انت ما تلعبش الماتش اللي جاي عشان تنسس الناس لان لو لعبت الماتش اللي جاي يبقى انت هربت دي ما فيهاش كلام ها زي ما انتو عمالين تقولوا محمد صلاح حيرب محمد صلاح حيرب طب مين دخل على الشناوي مين دخل على الشناوي عشان يقوم جاي عمل التجبيسة دي خلاص يبقى ما يلعبش يبقى هو فعلا كده اتصاب انما لو جي المطش اللي جاي ولعب يبقى كان بيهرب مش محمد صلاح مش محمد صلاح اللي كله طلعي انبارح والدنيا هايجا ويساب المعسكر ومشي ويسافر الراجل قاعد مع الفرقة ها اتبطوا بقى اتبطوا محمد صلاح ده اسطورة اسطورة وطالع اللعيبة اللي نص محترفين اللي هم مفروض يعني مثلا يتكلموا عنه وما فيش حد محترف وكان علي النضالة وجي عمل مع منتخب مصر سواء منتخب مصر ولا برا كده مفيش حد فيك وقالوا طيارة خاصة انا ما بكلمش عن الجمعية كل واحد يقول اللي هو عايزه كل واحد ملعبش كرة يقول اللي هو عايزه ومن حق يقول اللي هو عايزه انما انا بعيب على صف الاعلاميين اللي مفروض مع الدولة ومع محمد صلاح وكمان بقى اللي بزيد على الناس اللي هي كانت محترفة وهم عارفين نفسهم بالاسم طالعين يقولك ايه انا لو برجلي واحدة انت ما كانش لك لازم اصلا في الاحتراف انت كان امنيتك ان انت تيجي منتخب مصر مع الجيل اللي هو القوي انت حسن شحاته لان ده هيضيف لك انما صلاح لما بيجي هنا احنا بنخصره اللي هو البالندور بنخصره بودابست اللي هو مش عارف كل الجوائز دي احنا بنخصره لعشان بيجي يلعب معنا لان لا فيه فكر ولا فيه لعيبة ولا فيه اداء ولا 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 وتيجي كله عشان هجم القذرة الممنهجة اللي معمولة عليه من يوم سبعة اكتوبر طلع او ما طلعش ولو طلع او ما طلعش كانت الحربة تقف بعد كده بيروح ليه المستشفى بتاعت الاطفال بتاعت الاطفال بتوع السرطان ليه واخد بالك وحملة ممنهجة وبعد كده ييجي يقولك بيحتفل ليه بالكريسمس ليه بيحتفل بالكريسمس مع ان كل اللي بيتكلموا ده كلهم بيحتفلوا واخد بالك وييجي بعد كده في مصر تنزاني يقولك كرة اللي ضربت في العرض رجل اصمالوش نفسه لعب معنا اصواب يا تعالى اصله هو مش عارف ايه وبعدين يطلعوا يقولك ايه اصله هو كان مفروض ما ياخدش شرط الكابتن من احمد فتحي مفروض ما ياخدش قودة الواحد وخاصة يا عم انتم ما تعرفوش اصلا صناعة النجم دي ازاي ده بيبعطوله طيارة خاصة وهلاء بيتبعطلو عشان انت ما تبعتلكش طيارة خاصة لانك ما كانش لك لازمة في الاحتراف فانا بقول للشعب المصري ماشي من حقك واحد يطلع يقولك ايه لا 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 ده عنده شد خفيفه ومفروض يلعب واحد تاني يقولك ايه لا 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 ده بيهرب واحد ماشي دولت عشان ما لعبوش كرة ومحسوش بالكرة ولا لعب الكرة ولا اصابات اللعيبة وغد بالك يقول الام عايزينه انما تيجي من لعبة محترفة ثم من اعلاميين على مستوى يسخروا البرنامج بتاعتهم عشان يهجموا صلاح ها فاعتقد ان صلاح ربنا هينصره وهترجعه كل اللي غلط فيه هيتأسفه واخد بالك لان هو الراجل ما عندوش القذارة بتاع ايكه ما عندوش النفسية بتاع ايكه القذارة الوسخة اللي هي يعني ايه الحجد ده ايه الحجد انا ما بتكلمش على الجمهية الجمهير تقول اللي هي عايزها من حقها انا ما بتكلم على الناس اللي هي شمت الاحتراف اللي هو كان احتراف وهمي واحد يطلع يقول لك ده انا لو بنص رجل كنت لعبت عشان مصر ما انت ملكش لازمة لانك لازمة تلعب حتى لو بنص رجل لانك انت ابيض يا ورد فانت بتاخد الشو وتاخد الترين على حسب محمد صلاح لا محمد صلاح اللي عمله انت احترافت ما خدتش مديل يا صفيح في احترافك اي حد احترف ما خدش مديل يا صفيح بس اثناء هاني رمزي بس هو اللي خد بطولة الدوري الالماني واخد بالك انما غير كده كله ابيض يا ورد وطلعين يصف حساباتهم مع محمد صلاح وطلعين ينفسينه بانت النفسيات الوسخة بانت على حياة ويا صلاح انت شفت الناس بكلها اللي هي مفروض احترفت وشافت الاحتراف طلعيني قطعه فيك واخد بالك وانت ان شاء الله ربنا هينصرك فانا بقول برغم كل ده من عند ربنا غانا تتعادل بعد ما كانت كسبانة 2-0 احنا نتعادل بعد ما كنا خسرانين 1-0 والراجل اللي اسمه فيتوريا بيموتنا وبيسيب مصطفى فتحي اللي لعبه المطش اللي فات اللي كان لازم يبدأ بيه وقت رسجلة وعز يكسب هو مش عز هو مش فاهم حاجة والله ما فاهم حاجة على العموم ربنا معانا وفي دور الستاشر نقابل فرقة حنيينة ما تكونش فرقة قوية عشان هنتعب وهنزعل وهنتدايق بجد لان الناس مفكر ان احنا هنوصل كده للنهائي بالشكل ده وبالفكر ده بتاع الراجل ربنا يستر استودعكم الله في فيديو قريب بإذن الله ونلتقي على خير سمع عليكم